وعقب مراسم التوقيع على عقد التسوية أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة أفر جيفن يحقق العدالة ويحقق مصلحة الطرفين على حد سواء تم التوصل الاتفاق الذي يحقق العدالة ويعلي مصلحة الطرفين ويقدم دليلا واضحا على تمسك هيئة قناة السويس بمعارف عنها على مدار تاريخها من حرص على كافة شركائها من مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ الكامل على حقوقها وأنني إذا أعلن التوصل الاتفاق الذي يتيح المجال لإعطاء الأمر باستئناف رحلة السفينة أفر جيفن منهيا أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر أود أن أتقدم بخالص شكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عفتاح السيسي الذي كان دعمهم تواصل في جميع مراحل الأزمة والدافع الحقيقي وراء كافة الإنجازات التي تحققت سواء في تعويم السفينة أو إزالة أثارة عطر الملاحة أو التوصل للاتفاق الحالي لإنهاء الأزمة